أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدولي أهمية صندوق تحيا مصر والذي بات يمثل محورا رئيسيا في عملية التنمية الشاملة التي تقوم بها الدولة منذ ثمان سنوات جاء ذلك خلال استعراض تقرير بشأن جهود صندوق خلال الربع الأول من عام 2023 الحالي وذلك في مجالات الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية وأوضح التقرير أن عدد المستفيدين من مبادرات الحماية الاجتماعية المقدمة من الصندوق في الربع الأول من العام الحالي بلغ مليونا وستمائة وثلاثة وثلاثين ألف موار